شيخ لفظ الكراهة عند السلف هل المراد منه التحريم مطلقاً؟ الكراهة على نوعين الكراهة بمعنى التحريم منه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه ومنه الشرك لأنه ذكر أشياء أولها الشرك لا تجعل مع الله إلها آخر هذا أولها وفي آخرها قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولة فهذا واضح من الآية الكراهية بمعنى التحريم وهي الغالب على ما يقوله السلف إذا ذكروا الكراهة إنهم يريدون بذلك التحريم والنوع الثاني الكراهة بمعنى الشيء الذي تركه أولى من فعله الذي تركه أولى من فعله فالمكروه ما يثاب تاركه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه ما في شك نعم ترجمة نانسي قنقر